برحيم أبا إيم ربوتاي المتعلن براشات بنيحاس بعضات الشيم بنيحاس ربوتاي اللي احنا شفناه بالبراشات بالاق بآخر البراشات لما عم إسرائيل عم بيساوه كانوا عبودة زراء لبعال بعور وعم بيساوه العريوت مع بينات مؤابو وبينات مديان وكل عم السيل عم بيشوفوا انه عم بيروحوا عم بيساوه عبودة زراء عم بيساو العريوت وكل واحد دول ساكت إيجا بنيحاس شاف اللي عم بيصير أخذ الرمح فات الخيمة طبع زمري بن سالو اللي كان هو ناسي شبت شمعون الرئيس طبع شبت شمعون وكوزبي باتسول اللي كانت بنته للملك مديان شاف انه عم بيساوه المعاسي فات قتلون تنيناتون زمري بن سالو وكوزبي باتسول ووقف بري علام المقفة مع البني إسرائيل اربع وعشرين الف زلميمات من شهر المعاسي بس بلوك خشين بنيحاس إيجا ووقف المقفة الباسوك بالبراشاتة بعنا مكتوب بيدبرها الشام الموشي اللي مور حكا بري علام مع موشي وقال له بنحاس بن العزار بن أهرون الكوهين بنحاس ابن العزار ابن أهرون شو ساوه هي شي بتحمتي معال بني إسرائيل بكانوية كين قاتي بتو خم مسك للغضب تبعي وقف للغضب تبعي ان الغضب تبعي والعصبية تبعي كانت موجودة وقتلت اربع وعشرين الف يهودي بس المعاسي اللي هو ساوه اللي قاتل زمري بن سالو كوزبي باتسول ووقف المقفة بلو خليتي اتبني السائل بكين قاتي شو بيقول بري علام اذا هو ما ساوى المعاسي كان كل عام اسرائيل راحوا فيها صوروا كل عام اسرائيل كانوا حيابين متاء بس اجا بنحاس ووقف كل المقفة لخين شو تقول له لخين امور هناني نوتين لو اتبريتي الشلوم لا حعطي عهد لا حعطي وعد انه هو لا حيكون عايش للأبد بنحاس هو الي هو النبي بيجي لكل بريتميله هو بدل عايش للأبد مبساك شو الاجراء كمان تبعو ده هاي تلو والزرعو احاراب بريد كهونات علام بساوي اللي قيلو كوهن قادول وكل النسي الولادو راح يكونوا كوهن قادول عد علمي عد هدول البسوكي متبعنا راشي بيقولنا ليش مكتوب بنحاس بين العزار بين اهارون معروف انه هو كان ابن العزار والعزار معروف انه هو ابن اهارون ليش لازم الفسوكي اللي پنحاس بين العزار بين اهارون بيجي راشي بيقول لفي שהיו השבטים מבזים אותו كانوا كل השבטים בעם ישראל عم بتמעלזו على פنحاس ليش عم بتמעלזו على פنحاس הראיתם בן פוטي זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים دهاراق نسي شبت من اسرائيل لفي خاخ باكاتوب بيحاسو احار اهارون هيا رابوتاي العزار اللي بيكون ابوه لبنحاس جوز بنت يترو يترو كانوا يسموه كان عنده كتير اسامي واحد من الاسامي اللقب طبعه يسموه بوتئيل ليش يسموه بوتئيل انه كان مفاتيم عقالين مفاتيم يعني كان يسمين العجل يسمينه يعطي اكل ياكل كتير يسمينه مثلا يروح يتبحوه لعبودة زراء عم شووش الشبتين قالوا ما شاء الله ابن ابنه لهاتي ترو اللي كان خوري طبعه عبودة زراء هلا رجع بتشوبه هو هو هلا لحيروح يقتل واحد من هشي شبت شمعون نسي من وين اجا نسي من وين كان من جده نسي انه جده كان عبودة زراء هو اللي بتكون هلا رئيس علينا مفكرا انه هو احسن منا بلا شو يتمنزوا عليه لخيل فاسوك شو بيقلك بين اهارون هكوهين ما زكرا انه يترو ابدا ما انه بينحاس بين العزار بين يترو يعني بين تترو لا بينحاس بين العزار بين اهارون هكوهين اهارون اوهب شلوم رودف شلوم كل هدفه لبنحاس المعساق اللي يساوا منشان يبنع ويبعد ويوقف المقفى مع البنية اسرائيل والسؤال ربطاي الشبتين نفسهم عرفانين اذا ما وقف واحد مثل بنيحاس وساوا المعساق اللي ساوا كان كل عم يساقل راحوا فيها متل ما مكتوب بلو خلي تيقى بني اسرائيل بكنقتي منع بنيحاس المقفى من كل عم يسرائيل تصوروا بيجي واحد اول ما بلشت الكورونا بلشت تقتل بالناس لقى شغلاء اللي تبعد الكورونا من كل عم يسرائيل مو بعم يسرائيل من كل الدنيا بعد ما بعد ايجوا الناس شو تمانزوا عليه شو انت مفكر احسن مننا شو انت مفكر ان انت لقيت الدواء تبع الكورونا ما هو وقف كل المرض ووقف كل الموت شو بتكون فيه من غير ما تقول له حزاك وبروخ من غير ما تقول له تانكيو نتشكرك منبس لك رجلك هيك لازم يساوله بنيحاس بنيحاس ربوتاء لازم يقول له حزاك وبروخ نتشكرك تانكي انه هيك سويت وقفت الموت بعدت المقفى لمو بس ايك تمالزوا عليه انه جده كان خوري لعبود الزراق ودقى خوري لعبود الزراق كان بس رجع يتروبت شو باه يتروبت تغير صار يهودي ليش ما انتو تنسوا انه كان جده خوري وطلعوا انه جده تغير صار يهودي ليش تمالزوا عليه هذا السؤال تبعنا تبع الشعور تبعنا ليش تمالزوا على بنيحاس ما بنيحاس سوى شغلة كتير منيحة بكمل الباسوكو بيقول وشو الاجراء اللي عطاه بنيحاس قال له هنا نينو تنلو ادبرتي شلوم دح يكون شلوم الحكمين بيقولوا المفرشين بيقولوا شلوم دح يبدول العايش للأباد مثل ما انه بنيحاس وإلياهو دقيا يا بنيحاس تعطي اجراء لبنيحاس يعني ما عساق ليسوا مفهوم خلي يكون كوهين قدول أولاده كوهين قدولين حزاقوا باروخ خلي عايش أربعمائة خمسمائة ألف سنة معروف ليش تعطي اجراء انه دول عايش للأبد شو ساوا يعني ما عم نقل اللي احنا بالمعاساء اللي ساوا بس بالاخر نهار شو ساوا طب منع المقفى بعد الموت باروخ الشمشو ناس بيقولوا مشان هو منع الموت لاخرين الموت بيروح منهم بس هاد مو الجواب اللي حنشوف الليلة التعاطيها الاجراء انه باروخ خليتو عايش الأبد نمبر او نمبر او اللي بيقول المدراش بدينه شيتول سخاره مجبور هو ياخد الاجراء تبعه بس بين الحاس ياخد الاجراء ليش واحد لما يصلي بالصبح ليش حطه فليل ما بيعطي بريع علام اجراء بريع علام ما بيبنائ اجراء ولا واحد بريع علام بيكفي اجراء لكل واحد يصيب بيكفي سوا شو فرق يترق بنّيحاس من واحد ثاني عم يشعر في الندم واحد ثاني فيسايم ان زفا يومهم يؤدي بروي علم اجراء بيعطيه لكل tungب nhất مجبور انان أعطي الإجراء تبعه بروي علم انته مجبور تم العطيع沒有 مجبور بإجراء البند ليس مثل بنحاس. ihm intellig选ミدراج بأنه مجبور يكرر بنهم يematics وايدicamente من estos ما يفهم الوقت المجوار بين البنبيحاس وليس قليلة في نحاس هو أول رحلة عن موش ربانه وقال له موشه شوف في واحد من نسي شبت شمعون عن بينام مع واحدة مو يهودية شو نساوي له بيقول موش ربانه ما عرف الهلخة انسيت الهلخة بيقول له معلش اذكرك الهلخة انا سمعت منك انت ونازم نهار سيناي اللي قلت انه واحد اللي بينام مع جويا واحد اللي بيغار على الاسم بوري علم مالشي قلت له بيقول موش ربانه انت ذكرتني الهلخة بيخابت انت ساوية دقيقة مشارب بين الهلخة بعد ما سمع مشارب بين الهلخة من بنحاس انه هو ساوية لماذا يقول له الهلخة انت سمعت الهلخة بيخابت انت روح ساوية وما كانت قليلة صوروا كل شي بيت شمعون واقف برات الخيمة كبادي جاردز كالدفاع لزيمري بن سالو وكوزبي عادين جواب الخيمة فات بنحاس كيلو ما صار شي المدراش بيقول انه صار معه اتناعش نسيين اتناعش ناس ساوله لبنحاس فات ولا واحد فات احتمه فات اخد رمح حطه بينه وبينه اكزاكري بالمطرح وما مات زيمري اذا مات زيمري كان حزب الشلوم بنحاس كوهين كوهين شهراكة النافش حرام يكون كوهين كوهين اللي بيقتل واحد تاني حرام يكون كوهين وشان قتلوا لبنحاس لزيمري وكوزبي ما قتلهم رفعهم بالرمح اتبعوهين عايشين تا ايجا ما الاخ وقتلهم ما عاش للسيم ساوا والخيمة والباب طبع الخيمة ربوتاه كانت تير واطي وشان هو يمسكهم برمح على ايد واحدة وبايد تاني يفتح الباب الخيمة لحاله رفع الخيمة لحاله وفاد كوهين وكل الشباطين ما قدروا يفتحوا تمون ايجا ما الاخ و سكت كل الشباطين اتناعش ناس صار مع بنحاس ليش؟ على المعاسين انه شاف واحد عم بيسايع براه وما ضل ساكت وقف انه غارع الاسم وكلامته لبوري علام ووقف وصاوا شغله ايجا بوري علام بيعطي اجراء اجراء اللي ماعطاه لأولا واحد بنحاس الوحيد وقفتolate اجراء النهات هان عيش كلا في رقight لأولا واحد وقفوا عنا لكن مرة يقولون الله بوري علام وقole vain أيضا الذي يدعم أنه لا تema في أحد نعم لماذا قالوا بنحاسق علام دم رقمه المسيح وقفت و quanit المسيح مهما وطلع إلياهو نبي لفوع الشمائم لم يكن مكتوب انه بوري علام قال له لحظه العايش للأبد لان هنا قال له بوري علام بنيحاس وإلياهو الوحيد الذي قال له بوري علام جيمي انه لاحظه عايش للأبد هو بنيحاس والسؤال ربوتاي ليش؟ شو بالآخر سوا بنيحاس لكي نفهم القصة التي تحدث نشوف هنا لما بوري علام بعليات شيني اللي عم بيقلنا بوري علام الأسامي تبع كل الولاد الشباتين مثلا رقوبين بخوري إسرائيل رقوبين أول واحد طبع يعقب قبيلو شو اسم ابن الرقوبين؟ حنوخ باري جود وهلا بدك تعرف قصة حنوخ لو لا تبع حنوخ مشبحت ها حنوخي بقلك قصة ها حنوخي دقيقة اسمه حنوخ ولا ها حنوخي إذا بدك تقل لي عينة الحنوخ قل لي مشبحت حنوخ سهمت السؤال روبورت؟ لماذا مكتبون رقوبين؟ لي مشبحت ها حنوخي قل لي ها بقول اسمه ويود بأخر اسمه وكل واحد فلو ما سميت له فلو سميته ها بلوئي ها ويود كمان كارمي ما سميته كارمي ها كارمي ها ويود كمان منكمل شمعون عنده ولد اسمه نموئيل ما قلت لي انه اللي عائلة تبعه تبعه اسمه نموئيل مشبحت ها نموئيل زودت لي ها ويود بقول راشي ليش زودنا ها ويود لكل شابت كل ولد بقول راشي لفي شهيو ها اموت مبزين אותهم كانوا الگويين متملزوا على اليهود اول مطلعهم من مصر ليش وامريم ما اللو متيحسين علشرتهم شو انتوا بأمت هم فكرينوا هدول اولاد كون ومعول سبورين هن שלو شلطوا المصرين بإموتهم ام بغوفهم هايو موشنين كلبحون ببنشوتهم المصر الاشتو كانوا يقولوا ربوتاي انتوا نسيتوا يا يهود انو لحنا عزبناكم وانتوا كنتوا عبيد عنا متن ما لحنا عزبناكم لحنا اختصبنا نسوان تبعكم اولاد تبعكم مو ولادكم اولاد تبعكم اولادنا لفي خخ لذلك هتيل هكادوش باروخوشة مو عليهم لذلك بوري علم بيزوه بيزوه اتنين احرف من اسمه على كل واحد من عم اسرائيل هاي ميساد زي هاي ميساد زي هاي ميساد زي احرف بوري علم لو ما شو عم بيقول معيد اني عليهم شهم بني افوتهم انا انا الشاهد انو هنين اولاد اماتهم وهوا يهود ماix مو المساروه كمان مرة هون ю ج climb انو بوري علم عندما يأتي على مقلزة في واحد في دينة كله بوري علم يكره المقلزة بوري علم إجرى للأبد رقوا بين رقوا بيني لفلوا فلوا إيه نموا إيلي لحزود هيئ ويود أقول لهم ليش؟ ليش هم بصير العجائب؟ شو صار يعني؟ فأنا ما بقدر أسمع واحد تاني عم بتمقلز على التاني وقدر ساكت لازم أنا أساوي شغلة شوفوا الشيء مكتوب بالمدراش مدراش شير الشيرين ربا قال ربي بنحس قالنا ربي بنحس بأوتى الشعاء قرأها قدوش بارخون الملأخ الممونع على هرايون عندما كانوا الغوائم يتمقلزوا على اليهود وعن بيلولون نسوان كون عندنا ولد مبطنون هدول ولد متبع كون تبعنا شو قال له بوري علهم الملأخ اللي هو المسؤول على هرايون هرايون يعني حبل دي أمار شو قال له سي بيتسور أوتام بخول كيتوريم شل أب أوتام تأكد انه كل ولد اللي ببطن إمه يطلع ويش شون متر ويش أبو اكزاكلي بدي لما يطلعوا على الأبو ويطلعوا عليه كابي اكزاكلي ليش؟ منشان أسكتن للمصاروي أسكتن للجوين من عمت مقلزوا اليهود أسكتن هذا يهود يختيب لرقوبين مشبحتها روباني للا خيان شو مكتوب لرقوبين مسبحتها روباني هو ابنه هو لنفس الشي رقوبين روباني هو ابنه ولنفس الشي يعني بصور لعده أول اسمهDRوبين وآخر يصبت لي روبين؟ روبين روبين روبيند상 ليش ، روبين روبيند؟ منشان أسكتن لهم يتملزوا عليهود شوفوا ربوتاي لو المصلت شوفوا قدش بوري علام بغار على الزواحة نعمة مالازع اليهودي وهي مو اول مرة ومو اخر مرة بوري علام سواها شوفناها كمان ربوتاي بسفر برشيت برشات طوليدوت مكتوب الباسوك دقال لي طوليدوت يتسحق بين ابراهام ابراهام هو ليد اتسحق لحاقلك قصة يتسحق ابنه لابراهام ثم امره القصة على كل حياته قدش كان عمره لما يجب له اولد ابراهام كان ابو ليد اتسحق يقول رشي اذا قدت للي أنه اتسحق ابن ابراهم بايش تقل لي انه ابراهام ابو ليد اتسحق بايآ ً الشيء منشان كانو كلقوايين عم يتميلزوا علا سارة وابراهامgent شو عم بيقولوا هالولد يتسحق مو ابنيك هالولد يتسحق له من ابي ماليخ ليش سر王 مينو ربوتاك كان عمرا تسعين سنة لما جابت يتسحق ابينو وما قدرت اجيبه اولاد كله السنين فجأة راحت لجرار كانت هوني كام يوم طلعت حبله شو يقوله القويم مع ابراهام ما قدرت تحبل هلا حبله مع مين مع ابي ميلخ ويتمالزو على سراء امنو ابراهام لزالك شو مكتوب ابراهام هوليد اتي تسحاك سوابه العلام ليتسحاك اكزاخلي كابي ابراهام يطلو على ابراهام يطلو على يتسحاك يقولو هدول هنجد برسان واحد متل تاني ليش يسكت المقلزين مشان ابراهام بيكره واحد اللي بيتمقلز بيكنتينيو لاخين سراء امنو شو قالت سراء امنو قالت سحوق عاسى لي الهيم شوفوا اللعبة اللي سوا مع ابراهام قولها الشومياء يتسحاك لي كل واحد بيسمع بيسمع اصلي بتضحك وما بيامن ليش منشان اذا ما شفت بعيونك ما بتأمن كل الشومياء يتسحاك لي اذا سمعت اصلي ما بتأمن اذا شفت يتسحاك انه هو بيسمع ابراهام اكزاكلي بتأمن بس كل الشومياء يتسحاك لي اذا تسمع انت اللي صار معي ما بتأمن منكمل دبيدا الملك ربوتاي كان عنده كتير نسوان وكتير ولد من نسوان دبيدا الملك باتشبع ميخال ميراب ابي غايل احنا تعلمنا على ابي غايل بالشعور طبعا النابي اللي كان عندنا مين كان جوزا لابي غايل ربوتاي نابال ها كرميلي نابال كان تلبو من عائلة شؤولا الملك ما كان بده يساعد الخدامين طبع دبيدا الملك منشان ساوي لكم كل القصة شورت بالاخر نهار نابال ها كرميلي مات دبيدا الملك اخذ مرتون ابي غايل واحدا من نبي اوت كانت نبيه اخذه واجاب اولاد مننا واحد من الولاد اللي جاب مننا سمى دانييل بس اللقب تبعو كان كل اب اسمه دانييل مول دانييل نابي دانييل واحد ثاني بس اللقب تبعو كيل اب بقول راشيد جمي ليش اللقب تبعو كيل اب كل اب يعني كلو اب كلو اب كلو اب كلو متل ابو ويش هو متل ابو ليش اناش كون يقولوا عدويدا الملك اخد بعد كام شهر ضغري جابت مننا ولاد اكيد ما كانت حبله منه حبله من نابال ها كرميلي وهذا الولد مو تبع دافيد وهذا الولد تبع نابال لذلك بوري علام سوالة دافيد الملك وكيل اب اكزاكلي دي سام لشان يسكت الناس اللي عم يتمقل زوبه وفي ايماية رب وطالي بتلاحظوا على كل القصص اللي اللي احنا هلا قناهون كلها doesn't make any sense بالانجليزي بيسموه absurd Absurd يعني it's ridiculous لماذا اكزاكلي بيسموه مكتوب الجامعة مسيخة عبودازاراد افنون دايد عمود بيت قصة طويلة واحد خوري ايجا لعند الحخام وقال له اذا الالاء تبعكم بكره الاصنام كل الاد وبيكره الناس اللي عم بيعمدوا الاصنام لماذا يقل له انه يقل له ذلمه هو عم بركه الاصنام هو زلمي عم بركه الاصنام، ما هو إلاك تبعكم بكره الاصنام صح؟ لما يشوفون ذلمه هم بركه الاصنام يقل له اندسبات شو جواب الحخام قال له بري علام منمشي العلام تابعه متل ما بمشي العلام ما لاح يوقف العلام تابعه ويقتل الناس منشان كان قام كوكو ذلمه لذلك نقول لكل الناس أسألهم عُلام كمين ها قو نوهيق يعني الدنيا بتمشي مثل ما هي بوري عُلام ما بيوقفش إذا العُلام بمشي مثل ما هو ربوتاي بيسألكم هلا سؤال هي نوامل لوحدة مره عمره تسعين سنة تجيب ولاد نوامل حتى نوامل حتى نوامل نوامل بمشي مره عمره بيسألكم الناس بقى نوامل وقى رجال اوامل بمشي مثل ما هو مستحيل لكن هي سواق منه شاء وقالت كل شخص يشوف يصار معي بضحك وكلا أمن وكل النسوان كانوا يأخذوا اولادهم ويجعلوا سواق منه تردع على الولاد تبعهم منشان كانت سواق منهم وكذا شارهم لا اراهوا العجابة اللي صار معهم العجيبة بوقتهم انه واحدة مرة تجيب ولد عمره تسعين سنة كانت نات نورمال يعني بوري علام سوا عكس علام كمين ها قونو هيجا سوا العكس الدنيا ماشية متل ما هي اذا هادول الناس اني عم بيشوفوا هادول الناس اني عم بيتمقلزوا على افراهام و سرا لما يشوفوا انه سرا ايمانو جابت ولد عمره تسعين سنة وشافوا انه علام عم بيروح عكس طبعه ليش عم يتمقلزوا لازم يقامنوا بوري علام واحد تصوروا هلا انتو ماشي بالطريق اوكي هلا الامر طالع صح ماشي بالطريق الامر راح طلعت الشمس اوه ضسرن اكبر كافر بيقامن بوري علام اكبر كافر لما تشوف عجائب دمو الشك ناس ناس عم تشوف واحدة مرة عمره تسعين سنة جابت ولد هاي مو ناس من غير ما يتمقلزوا ليش ما يقامنوا بوري علام ويتشكرو بوري علام وابراهام و سرا ايه لا ربوتاي هي القوة تبع المقلزة لما واحد يتمقلز حتى يشوف بوري علام استغفر الله قدام وشه المقلزة اقوى لما واحد من مقلز هيك هوه لحنا انه من زمان نسياتي شارين بيقول المقلزة هي ترس من وقاحه يعني اذا انا عم بجرب اعطيته وبيخ لزنمه وقال له انه يرجع بتشوفه بس هو زنمه على كل شيء اللي بيقول بيتمقلز عم بيحكي مع الحيط المقلز هو واحد مقلز كانت يمكنك فعله بيحكي معه انه طبعه كله واحد المقلز بالعبرة النية يسموه ليتساند يعني مقلز يمكنك فعله بيحكي معه بالانجليزية فيب謝謝 بالشيء بخلاق لما استغفر الكثير دول الناس اللي بيتمقلزوا على السرائق المنا لما تشوفوا انه عمرت صعين سنة و جابت ولد يتملزوا عليها ان شان المقلز يشوفوا الناس صعيرا قدام عيونه و لا يستطيع أن يفعل شيئا و لكن يرون أنه يقلب الناس جميعا و العلام لا يمشي مثل ما هو و أيضا أيضا، هؤلاء هؤلاء القائمين يتميزون على اليهود أن يقولون أولادكم ليس أولادكم أولادكم من المصاروة، دقيقة طبع العلام حتى بوقتهم لم يأتي ستة أولاد ببطن واحد؟ لا، كل مرة يهودية كانت تأتي ستة أولاد ببطن واحد و لا يستطيع الناس على عبرة يعني إذا بقيمات تختصبون المصاروة لليهود لحيث يستطيع الناس أن يطلعوا ستة أولاد ببطن واحد و لا يستطيع الناس على عبرة لذلك المصاروة لا تشاهدون أن هؤلاء الأولاد ليس تابعكم أما المألز يعرف أنه غلطان المألز ليس فكر أنه سادق لا، المألز يعرف أنه غلطان، ولكن يستطيع أن تبعه بدمه المألزة لا يستطيع أن تفعل أي شيء نفس الشيء رأينا على قنحاس هلأ اليهود لا يعرفون أنه يترون رجع بالتشوبة، يترون تقير بعض العبودة 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 عرفانين أما شو؟ لازم نلقي له شيء شغلة من شاء هو نوقف المقفة و لاحنا ما وقفناها من الغيرة اللي هو قدر يساوي الشغلة و لاحنا ما قدر يساويها، مألزة تابعهن إيم هترو و إيم بوري علام و إيم أهران و موشي المألزة هي اللي نزلته لبنحاس و عم بيتمألزه على بنحاس ابن العزان ابن أهران الكوهين ليش؟ بيقول راب شلوموا ليفنستين، شليتا بـ RSL ببنى براك اتنين عم بيتخانقوا، منسميهن رقوبان و شمعون رقوبان عم بيتخانق مع شمعون و رقوبان بيقولوا لشمعون بدي إياك بكرة أعطيني المصاري تابعي انت آكل علي المصاري بكرة أعطيني إياهن، بقي الله شمعون أمات بدي أعطيك إياهن بس ما عندي إياهن، بيقولوا رقوبان إذا بكرة ما أعطيني المصاري اللي هطلع عليك سيت و بيقولوا سيت هطلع عليك سيت و افضحك و اقول انه انت شاركت مع هتلر بالالمان لما قتلت اليهود كلهم بيقول له انا شاركت مع هتلر انا عمري 30 سنة ويني وين هتلر بيقول له بكرة هطلع عليك السيت و بعد انت سبت له للناس انه ما عملك 30 سنة معنى شو قصده بكلامه اللي ثانوت المقلزة بتقيم كل الشغلات على جناب و بيقامنوا هنه المقلزة والنجتيف والشر و ما بيقامنوا الامت ما بيطلعوا علي امت بخلان هاي القوة ربوتاية طبعا اللي ثانوت اللي ثانوت هي اقوى مشغلة بالعولام المقلزة هي اقوى مشغلة بالعولام حتى في جماراة ما سيغت جتيننا في لامن الف عمود بيت البنشحاي بيفسل هالقماراة بتقول هالقماراة اربع روحوت من الشبوت بخليوم في اربع هوا اكتر من هوا شان بيقوله ما فيه هوايات هوايات اربع هوايات اوكي اربع هوايات بالعولام من شرق من الغرب ومن يمين ومن الشمان ايه جاي من البلودان واحد من البلودان واحد جاي من ايه بيقول البنشحاي ليش اربعة شو ليش الرقم اربعة مشان تقلي اربع زوايا العلام ليش اربعة بيقول البنشحاي مشان فيه اربع انواع ناس اللي ما بيشوفوا الشخيناه بعد ميو عشرون سنة وراشته بوت حشمل راشته بوت كهربا حت شين مملمد حت حنفين مكولكين بيروحوا بيقولكو للناس اللي عندهم مساري بيروحوا بيقولكو لون ما تقولك اذا بتأمنوا فانسا طبعاك جاي من البوري عالم لعش ما تقولك بوري على ما بيحب ناس بيقولكو ناس بيقولكو ما عندهم ما بيشوفوا الشخيناه بعد ميو عشرون سنة ها حيت شين شكرانيم ناس اللي بيكذبو كذبين واوو ناس بيحكيوا هشون راع ناس بيحكوا هشون راع ما بيشوفوا الشخيناة بعد ميو عشرون سنة اخر واحد اللامد نتسانيم نتسانيم يعني المألاثين هدول اربع نوع ناس ما بيشوفوا بوري على ما بيشوفوا الشخيناه كل واحد بيشوفوا الشخيناه هؤلاء الأربعة ما يشوفون الشخينة ومين يأثر عليهم التمقه جاي من أربع زوايا للدنيا من أربع هوايات يفسر بني شحاي يسمعوا كلامه يقول بالعربي يقول بني شحاي هنه أربع روحوت نكرائين بلشان عربي كاخ لحيقلك بالعربي شون هنين روح مع عربيت تبع المغرب هو غربي يقول لك جيما ريش بيت يوت غربي ذو روح كار ومشباح هو بارد ذو روح مزراحيت اللي جاي من المزراح من الشرق نكراء هو شرقي يقول لك هو شرقي ذو روح كشيفة حام هاد الروح هاد الهوه قاسي وحامي ذو روح دروميت اللي جاي من الجنوب ما بيقول جنوب هو بيقول غير كلنا بيقول روح هو الكبلة كبلة كبلة اوكي اوكي وبعدين بيقول روح سيفونيت الشمال نكراء هو الشمال هو الشمال وبيقول هادول أربع هوايات هوايات روحوت بيروحوا بيرنزلوا لكل أربع انواع الناس و أبوام واحد منهم هو اللي تسانوت هو واحد مقلز واحد مقلز أبوام هو بيأثر عليه و هاد الهوه ما بعرف من جاي جاي من الغرب من الشرق من اليمين ما بعرف من جاي بس أبوام واحد بيأثر على الزلمة اللي بيتمقلز خير ربوتاي احنا شو قلنا قلنا انه المدراج بيقول انه لازم بنيحاس ياخد الإجراء تبعه وسألنا ليش لازم بنيحاس ياخد الإجراء تبعه ما كل واحد بيسايم عاسم ميح متزفا بيأخد إجراء تبعه هاد السؤال بيسأله حتام صوفير و بيجعب الحتام صوفير حماعك كل واحد بيسايم متزفا بيأخد الإجراء تبعه بس مو دغري اما واحد اللي مثل بنيحاس اللي بيسمع انه عم بيتمقلز عليه و بيضل ساكت بيأخد الإجراء تبعه فورا لاخين شو قال له بوري علام لمو شرب بينه لاخين اي مو روح له هلا بقول له بكرة هلا قال له هينينينو تنلو اتبريتيش شالوم بهاي تلو زروح عرب رحضوا العيش لأبد و رحكون كوهين كدول أولادو يا بوري علام شو كل إجراء كبيرة من شاء الله كل واحد بيعطيه إجراء بس اما واحد بيسمع انه عم بيبزوه عم بيتمقلز عليه و بيضل ساكت هلا ربوطينا احنا كنا عم مندور على سجولوت احنا كنا عم مندور على براخوت اكبر براخا وروحوا اسألوا الناس اللي مرأوا فيها اكبر براخا لما تسمع انه الناس عم بيتمقلزوا عليك وانت تضل ساكت وما تجاوب مكتوب القمارة تولي ارتس عالباليما بيوقف بوري علام عالباليما تقول القمارة ما يعني كلمة باليما بوليم بيشعات مريبا بيسكر تمه لما عم بيخانقوه بيتمالزو عليه وبيفضحوه وبيحكو عليه وبيضل ساكت بوري علام بيوقف الدنيا كله عليه على كتافه لهذه الزلمة يعني ونحن شفناها في ناس ما قدروا يجيبوا أولاد كثير سنين وشافوا واحد عم يتمالزوا عليها لا قدروا عنده دخلك 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 دولت ساكت ما تجاوب بيبدأ اجابهم عندي عندي سنقه عندي غضب عندي عصابية دخلك ما تجاوبهم بيقلك بعدين ليش بدولت ساكت هلا عطيني براخا ليش عطيني براخا هلا وبيعطوا براخا يا براخا لبرنسا لشانون بايت لزيفوغ لولاده كلشي براخا بتظبط ليش براخا بيعطي اجراء لكل واحد اما الاجراء بترجو بيعجلها بوري علام اكسبرس امتا بيعطيها بوري علام اكسبرس لما واحد بسمع انه عم يتمالزوا عليه وبيضل ساكت لذلك ربوتاي هون احنا شوف شفنا شوف 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 ش دل ساكت هنين عم يتملزوا عليه شفتوا الإجرال حدوش طبع الحتام صوفير حدوش عظيم دل ساكت لما عم يتملزوا عليه لذلك بخليه عايش للأبد هي حدوش عظيم بقيلكم قصة على ربي يوم توب ليبمن هالبرن قال هذا الشلوم كان ابا دين و اول ما استلم الوظيفة يكون حخام قال ان انا بكون حخام تبع كون تبع البلد تبع كون بس عندي شروط صورة الاولاني انه انا ما تزعجوني على اي سؤال بهالاخه ولا اي سؤال انا لا اعرف كونه هو بس موسائي شبط كل شيء ما بتتحلمت هنا ما عندي وقت من شان هاي كوشر ولا مو كوشر دخيلك على خمسة عدني ما عندي وقت في عندكم اسئلة خلووا اللي موسائي شبط صورة الاولاني شرط الثاني ما بتساوي شيء من غير الامر تبعي شو ما عندكم مصاري اكل شو ما عندكم بالبلاد ما بتساوي شيء اذا انا موافل عليها اول طب وهي بارو خشم ضبطت لكام سنة يوم ثلاثة يوم ثلاثة يعني راندم ويك يوم ثلاثة واحدة بالجمعة مرتون الحخام راح تشتري السمك من السوق سألته لزلمة هون كتبع بياع السمك قدش السمكة قال له ثلاثة دولار ده تطلع ها ما بعرف شو كان يمكن برانزينو شو اسمها ايه برانزينو برانزينو في ليه من رانسانس قال له ثلاثة دولار مو منش اللي عم تطلع ده تطلع الثلاثة دولار من جيبتها اجت المراتبة اغنى واحد بالبلاد عطتها لزلمة مصاري وسرقت السمكة ومرت الحخام يعني انفضح حيات دام الناس كلها شو بنا تقول شو بنا تقول انفضح حيات يوم ثلاثة شو بنا تساوي بتروح تقول له له جوزة شو قال ما تسألوني اي اسي ليه تموس اي شبات ما عندي انا وعد من شان كون و الناس سبع البلد مسكينة شافوها للمرأة عم تنفضح الدام الناس مرت الحخام عم تنفضح الدام الناس وما فتحت كمه بس الحق جوات قلبها الحق جوات قلبها والعصبية جوات قلبها من شان تروح تنتقم به المرأة اللي اخطت للسمكة طب طلت ساكتة يوم شبات كدوش فرايدي نايت يوم جمع البلال عم يساوي كدوش اللي حخام يشوف مرته مو على بعضه مرأة رائقة شو بك يا مرتي ما في شي هاي ابوه مشي تسمع ممرتك لما المرأة تقول ناثنغ ما في شي يعني اووو يا ريتك ما سألت يا ريتك ما سألت مش لما تسأل كمان مره وار اس ات ما بتعرف شو مرأة عليه وسط النهار وانت وامك وامك وامة وستك وهي او اي 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 فتح عليها مجليات السير كلان فتحت عليها اوكي سأل لي يا عمرتي شو بكي نطقي ما في شي يا عمرتي أولي شو المشكلة هاي المشكلة المرأة أخذت مني سمكة يوم الثلاثة يوم الثلاثة؟ وهلا لحنا يوم الجمعة من يوم ثلاثة القصة وانتي حيض لسا جواة قلبك هلا رح يلع عندها طب هي فكرت ان جوزة لحي يزبط الأمور راحوا للمرأة العشيرة دقوا على الباب خدمين فتحوا شافوا الحخام وقالوا أكيد الحخام والمرأة جايين لهون يساوا بلقان يساوا مش لكبيرة نادولا للمرأة تبعا العاشير فضل لي يا مرأة عادي يا حخام شو بدل أساعدك أنا جيت مع مرتي مشان مرتي تعترزر ليك من يوم الثلاثة مرتك تعتذر على شو صار يوم الثلاثة أنا لازم اعتذر منك يا حخام لا 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 هي الحقد كان جوات قلبه من يوم الثلاثة وما راح تضغني لها عندك وقالت لك انه ما عندي حقد اللي قدي ساوتي يخذي تهني بالسمكة هذه السمكة ليس تبعي ما أنا مكتوبة وصيبي عليها انه أكلها انه خلت الحقد جوات قلبه من يوم الثلاثة على هاي اللي احنا جايين نعتذر يا عيني ابوتاي تانكيو يا عيني ابوتاي لما واحد يسمع انه عم يتبزوه السيقول لا مو انه يقول يالله it's nothing بس الحقد جوات قلبه حتى الحقد جوات قلبه ما بصير يكون عنده هاي البراخة بتجي وهي بنحاس بنحاس سمع انه عم يتبزوه عم يتملزو عليه وكلو ما نفرع معه وبس ما نفرع معه ربوتاي ما أثرت عليه أبدا أبدا قلبه بارد الاخر درجة بارد سيبيريا بارد 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 دقامات هاي كذلك اللي بده بارد خار بده سيقول لا بده بارد نساب بده كله من البوري عولام والحقام لمكان يقول القصة يعيد ثلاثة من يوم الثلاثة ما سمحتية للمرأة الحتام سوفير بيسأل كمان سؤال بيقول مشه رب بينه لما اجه وقته يتوفى عاش مشه رب بينه مئة وعشرين سنة قال له مشه رب بينه لبوري عولام بوري عولام عطيني كمان سنين بوري عولام طولي حياتي شو قال له بوري عولام راب لأخ التوسف دبر إلي عود بدبر ذلك حاجة مستحيل خمسمائة وخمسطعش مرة صلى الله مشه رب بينه لبوري عولام انه يزود له حياته يفوته لإسرائيل قال له بوري عولام ستاب مشه رب بينه منه عرفان انه حياته بس مئة وعشرين سنة يعني what he wants to break the system يعني he wants to go against the system مشه رب بينه مشه رب بينه منه عرفان انه حياته بس مئة وعشرين سنة يقول له حتام سوفير مشه رب بينه عرفان اما قال مشه رب بينه في كمارا مسيخة حقيقاته فيه لما برمنان واحد بتوفى عمره صغير شلون اداع شو بيسا يبوري عولام مع كل السنين اللي كان لازم يعيشون مثلا تعالوا لذلك برمنان مات عمره مئة سنة بس لازم يعيش كان مئة وعشرين سنة شو بيسا يبوري عولام مع هالعشرين سنة بيعطيه لواحد اللي سمع انه عم بيتميلزوا عليه وضل ساكت وبيعطيه لإله وبيزود له حياته لذلك شاموش رب بينه عن بوري عولام وقال له يا بوري عولام شو باديش انا قدت مع هالنه هالليهود بالسحره أربعين سنة تميلزوا عليه فضحوني حكوا عليه وضلت ساكت بوري عولام عطيني لسنين تبع واحد يمات عمره صغير عطيني يهون بيقول له بوري عولام انت انسيت شو ساويت ببراجات حكات شو ساويت لما تميلزوا عليك انه انه انت مالك عارفان اي ضد صخرة تحكي معاه وانت شو قدت اللون شمعونه هم مريم سمعوا انتوا الناس اللي عم بتمردوا بوري عولام وفضحتون انت ما سمعت انهم بفتحوك وضلت ساكت فتحت اماك لذلك ام سوري ما بدر اعطيك الاسنين الستمائة الف يهودي اللي ماتوا بالسحره ماتوا صغار هالاسنين كلهم لم يراحوا لواحد اللي سمع انه عم بتملزوا عليه وضلت ساكت اللي هو بنحاس لذلك بنحاس اخد ستمائة الف سنة هكذا لما واحد يستمع انه عم بتملزوا عليه وبيضلت ساكت باخد السنين طبع واحد اللي برب من النبي بتوفي عمره صغير لذلك بنحاس اخد كل السنين طبع ستمائة الف حتى اذا كل واحد مات سنة قبل سنة ستمائة الف سنة بضل بنحاس عايش لوقت مشيح ولالاخر يام مشيح هيك لما واحد يسمع انه بتملزوا عليه وبيضلت ساكت هاي القوة طبعه ربوتاي وبيقول الحداه بمسحف طبعه فتح عيناي مسيحة ابوت بيجيب من حכام اسمه ربي موشه كوردو بيرو اللي كان حכام طبع ربينا هاريزال بيقول بخول السجوفים بتعنيوت اوه من كل سيام واوه من كل صدقاء ومن كل شيء دعم تسايم شان بوري عالم يخبر لك العوונות دابار هم مخشير הנפش ومخبر عوונותיו شمع حرپتو وشوتك وموحيل اوه من كل سيام اوه من ميد كיפور اوه من كل صدقات سمعتون عم بتملزوا عليك ودلت ساكت وسمحتون وشوتك وموحيل يعني ما خلت الحق بقلبك هاي اوه من كل صيام من كل شغلية بتعطي النبوري عالم يخبر لك العوون عوونوت هاي هي هاي من ربي موشه كوردو بيرو وبيقول ربي حسك اللبنشتين على ذا الشلوم شميشة باوه على بيزيونوت واحد اللي اجه عليه فضحوه وضلت ساكت هاريهو كميشة عبار على يوم الكيبورين متلوما مره عليهم كيبور بيزيونوت مخبريم امتهاريم اوتو الفضايح بيقولوا الفضايح الفضايح المقلزة على الزلمة بيخبرو له كل عوونوت متل ما كيبوره اوه كمان لحافيث حييم على الشلوم مره كان ماشي بالطريق ودحكل على الدرج ماشي مثلا على هالستريت ومشان يروح الستريت التاني لازم ينزل على الدرج هو نزل على الدرج دحكل وكام ولد من الشيفاء متابعه ما نعرف ان من هو ما نعرف ان هو لحافيث حييم بلاش يتملزوا عليه ويتضحك وشوفوا الاختيار عم يتضحك عم يتضحك عم يتضحك عم يتضحك ما بكي ما قال شي عم يتضحك التنميدين تابعهم من الشيفاء طبعا لحافيث حييم قالوا له حقام هل هو بكي؟ كل شي منيح اللي عم يتشوفك ليس فقط انه ما عم تبكي مبسوط و تبسمي على وشك و تضحك قالوا شو بتكون حسن من هيك هنا عم يتضحك عم يتضحك كل عفنو تابعي بوري عم يتسامح لي هون بتكون يعني ما تضحك كمان ما انبسط هذا واحد اللي بيعرف ان كل بزيونات و كل مقالزة هن بقيمت من بوري عم كخفرة على كل العفنو تابعو في عنا فاسوك بالפרشاة تابعنا اللي بنقول له كروش حودش اللي بنقول ذا امرتا لهם ذا هايشه الشتكريبو الهدوناي كباسين بنشانات هميم شنايم اليوم او لا تميد التكبس الحد تعسى ببוקر و التكبس الشني تعسى بنها 40 هذا فاسوك ربوتاي على شو عم بحكي إنو بالمشكان و بالبيت المقدش كان كل يوم يقدموا 2 كربانات عواضل كربانات لغيرهم لكن كربانات الموحدين الميوحدين الميوحدين اللي كانوا يقدموهم يقدموا كربان بالصبح يخبرون عن كل عفنوات وسط النهار و كربان بالليل يخبرون عن كل عفنوات اللي حسوها بالليل هاي المعنى اذا كبس حد تعسى ببكر بايتكبس الشني تعسى بنعبين اما في مسحف هون ربوتاي توريزا هام أنا بتذكر لحنا ان هال فاروش من زمان على غير فراشاة بس منقولوا على الفراشاة طبعا التوريزا هام بيقول زي هايشه اشي تقريبوا لها الشم اوه كربان تقدر تقدم له لبوري علام شو هو كباسين بنشنا كلمة كباسين ربوتاي يعني خروف كبس خروف اما بيقول كلمة كباسين يعني كباشين كباشين يعني لخبوش لخبوش يعني انه اتخلي العصبية تبعك جواد قلبك بالعادة انت الناس بيسامحوا اليهود يوم كبور صح؟ بيقول لك زي هايشه اشي تقريبوا لادوناي بدك اقوى كربان تقدم له لبوري علام كباسين بنشنا اتخلي انت الغضب تبعك بنشنا تخليهم المرة بالسنة لا 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 اذا كبس ما جهد ت obserMi ت observenшه البور البور باذا كبس ما جهدات birds ت observensk مسك انت الغضب تبعك وسامحوا بالصبح ومسك انت الغضب تبعك وسامحوا بينها 40 كبش يعني مسك لخبوش يعني يمسك مسك الغضب تبعك وما تجهبzony لما تمنذ عليك ما بس بيوم كبور سامحوا سامحوا بالصبح وسامحوا بالمسويات وهذه الكرباء تعطيل لبوري عالم. هذه هي الأشياء التي تقريبها لها الشام. إذا كان في السحر تقريب البوكر، وإذا كان في السحر يتقريب البشر يتقريب البشر من العباين. والحخام ربي أبرهام برداكي على الشلوم. لم يرحل عنده الدكتور لأنه كان يجعوه كثيرا. قال له الدكتور أنه يجب أن يطعوا له 2 رجلي. المرض الذي كان عنده يمشي بكل جسمه ومشي على رجليه ويجب أن يطعوا له رجليه. وقال له لما سأيه معك أبوينت مني يا حخام أمتى العملية اللي حتصير. هو ترك المستشفى ترك الدكتور ماشي بالطريق. واحد شافه خربطه بواحد تاني بلج يتمالز عليه ويفضحه ويحكي عليه. والحخام سمع كل شي اللي عم بيقول له زلمي زلمي خربط. بس سمع كل شي اللي عم بيقول له زلمي وضلت ساكت ما جابه ما قال شي. لما إجا وقت انه العملية مشان يتعول له رجليه شانون يدع له للحخام. قال له الدكتور دقيقة بس نسائي فحوصات أول ناخد منك دم نشوف شو عم بيصير. أخذ دم رجع شو بيقول تحليل الدم. رجع تحليل الدم كن رجع الفحوصات. قال له الدكتور الحخام. لا أصدق شو عم بيشوف. المرض كله راح من جسمك. شو العجيبة اللي صار معاك. شو الناس. قال له الحخام الدكتور أنا بعرف. الناس من عم بوريه علام يشتبه حشمه. قال له بس رجليك ليسا اللي حيجعوك. بس ما لازم نقطع لك ياهون. يمكن تعود على الكرسي يمكن بعكازة. بس ما لازم نقطع له رجال البعيد. طلع هو من المستشفى. قال له هو القصة للتلاميه تبعه. قال له حخام شوف فكر ليش. مفكر شو سلطنه راح الأمراض كلها. المرض كلهم من جسمك. قال له أنا أنا بتذكر ليش. أنا بعرف ليش. من شان يوم قال لي أنا تركض الدكتور. وسمعت واحد عم يتمالز علي. وعم بيخجني. وعم بيفضحني. وانا ضليت ساكت. قال لي بوريه علام انت ضليت ساكت. قال لي بدك أنا بعطيك. وانا بعرف انه انت بدك ان المرض كله يروح من جسمك. امتد لك كل مرض من جسمك. الصحقيه يا ربوتاني. مفكر. لكن اقوى الشغل اللي احنا ناخد. الدرس اللي احنا ناخد من هالبراشاة. من بنحاز من العذاب من اهرونك مهين. نزود له بوريه علام حياته. خلاله عايش للأبد. مالآخة بريت. الياه النبي. كوهينجا دول. هو النسل تبعه مشان سمع انه يتمالزوا عليه. وكل المالزة كانت. بس هو دولت ساكت وما قال شي. وخصوصي بالجمع هلول اللي اسمه يميبن هم يتصارين. ان خراب بيته مكداش ربوتاني. من شان كان فيه سنات حنان. الناس يتمالزوا على الثاني. وتعرفوا انتو. انو اميركا. عم تسايب بليون دولار كل يوم. من مقلزة. تلوه على السوشال ميديا. من يمكن ان يتمالزوا على الثاني. موضوعات. 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 وكل الفيديو يتمالزوا على هذا. ويتمالزوا على هذا. للاسف صارت اميركا. وانتقسر علينا كيهود. وانتقسر علينا. ولكن اول شيء نبعد من المقلزة. وحتى اذا كان يتمالزوا علينا. نعرف انو نضلت ساكتين. هي اول ساكولة. ما بوري عالم يعطينا كل براخوت. مخصوصة في هذه الجمعة. نبعد مننا سنة حنام. نزود اهبات حنام. بعد من معطنا مشيح سدكينو. ابني ابت مكداش. بميراب امانو. امان و امان.